مع دخول فصل الشتاء يصاب بعض الأشخاص باكتئاب الشتاء وهو ما ينعكس على قدرة المصاب ممارسة حياته اليومية بشكل طبيعي فالأعراض تكون ذات تأثير أكبر مختصون أكدوا أن من بين الأعراض الخاصة باكتئاب الشتاء زيادة الوزن إضافة إلى الإفراط في النوم والانسحاب من المشاركة في الأنشطة الاجتماعية المختلفة وقد أوصى الأطباء بقضاء بعض الوقت في التنزه خارج المنزل خلال ساعات النهار وممارسة التمارين الرياضية للوقاية من اكتئاب الشتاء معنا مباشرة من جدة الأخصاء النفسي والاجتماعي مشعل الحارثي أهلا بك معنا في نشرة النهار ويعني بداية ما هي أبرز علامات اكتئاب الشتاء السلام عليكم ورحمة الله أهلا بسرعة شكرا لك سيد حسن وتحياتي لك وللساد المشاهدين والمشاهدات طبعا الاضطراب العاطفي الموسمي أو ما يسمى بتغيرات المزاج الفصلية هذا يعني يختلف عن الدبرشين ديسوردر اللي هو الاكتئاب الرئيسي هذا يحدث نتيجة تغير في الفصول الأربعة ويحدث غالبا مع نهاية فصل الخريف وبداية فصل الشتاء هذا ما يسمى بالاكتئاب يعني فصل الشتاء أو الاكتئاب الموسمي وأيضا في اكتئاب أيضا يحدث ولكن بصفة قليلة في فصل الصيف أيضا هل الاستيقاظ المتأخر أو المبكر والرياضة كذلك دور في التأثير على من يصاب باكتئاب الشتاء بالتأكيد طبعا قبل الجزئية هذه نتحدث عنها أنه الأعراض اللي بيشعر فيها الشخص يعني مش يصح من النوم ويقول أنا مكتئب أو أنه يومين أو ثلاثة يقول أنا مكتئب لا بد أن يمر فترة حتى يشعر بشعور متواصل بالتعب انخفاض مستوى الطاقة مشكلات في مهارات الاتصال الحساسية الشديدة تغيرات في الشهية وخاصة يعني زيادة في شهية للأكل والميل للمأكلات اللي فيها كربوهيدرات زيادة وحلويات زيادة الاستيقاظ ما في شك أنه مهم جدا ومن علامات يعني الاكتئاب الشتوي يعني النوم الطويل وخاصة في فترات الصباح وأيضا يعني يتبع هذا الأمر يتبع أعراض أخرى السابقة اللي احنا ذكرناها منخفاض مستوى الطاقة عدم الاهتمام بالأشياء اللي كان يهتم فيها الشخص في السابق أو يمارسها قبل كده ما هي الأطعمة التي تثير الاكتئاب طبعا بالدرجة الأولى للأطعمة اللي فيها يعني كربوهيدرات زيادة المعجنات المأكلات هذه اللي دائما يعني تساعد أو يعني تنشط هذا السما عند الشخص اللي بيعاني من اضطراب يعني في الشتاء فصل الشتاء ولكن احنا دائما أو المختصين دائما وخبراء التغذية ينصحون دائما في تناول الخضروات تناول الأسماك تناول الفواكه بشكل جيد والابتعاد عن المأكلات اللي دائما فيها سكريات زيادة طيب هل قد يتحول اكتئاب الشتاء الاكتئاب من مؤقت إلى دائم؟ بالطبع طبعا الاكتئاب الموسمي هو يأتي للشخص في فترة معينة في فصل من الفصول وينتهي بنهاية الفصل وغالبا هذا الأمر يحدث للأشخاص اللي لديهم سمات معينة متى نقول أنه ممكن يستمر إلى اكتئاب دائم إذا كانت هذه الشخصية من الشخصيات الحساسة أو الشخصيات اللي لديها هشاشة نفسية أو معرضة للاكتئاب أكثر من غيرها فربما يتحول هذا الأمر إذا ما عولج بالطريقة الصحيحة ربما يتحول إلى اكتئاب على مدار العام ولكن حتى نقول على الشخص أنه أصبح يعاني من اضطراب الاكتئاب لا بد أنه يمر فترات طويلة حتى الاكتئاب الموسمي نحن ما نقول للشخص أنه يعاني من الاكتئاب الموسمي إلا بعد أنه يمر عليها أكثر من عام يعني على الأقل عامين وفي نفس التوقيت في نفس الفصل تحصل لنفس الأعراض فربما يتكرر هذا الاضطراب معه ولكن بعض الأشخاص ربما يستمر هذا الاضطراب إذا كان من الشخصيات اللي حساسة ومعرضة أيضا لأنه يعني معرضة للاكتئاب أكثر من غير نتيجة عوامل وراثية أو عوامل فسيولوجية هل إصابة الشخص باكتئاب الشتاء تحتاج لزيارة طبيب أم لا؟ طبعا إحنا ما نقول للشخص يزور الطبيب سواء في الاكتئاب الرئيس أو في الاكتئاب الشتوي إذا أصبح هذا الاضطراب معطل لحياة الإنسان وأصبح يشكل يعني شلل لحركته لحياته بشكل عام وأصبح يعاني من الاضطراب بشكل مستمر في بعض يعني قبل هذا مفترض الشخص أنه من المهارات اللي ممكن يعملها اللي هو الاستيقاظ في وقت مبكر التعرض لأشعة الشمس بشكل جيد ممارسة الرياضة بشكل مستمر ركوب الدراجة المشي على الشواطئ أو على البحر فتح مثلا النوافذ يعني الخروج في الشرفة المنزل فتح الستائر حتى يدخل الضوء لأنه دائما مرتبط هذا الاضطراب يعني مع تغير الفصول يعني خاصة في الدول السكندنافية يعني نسبة الاضطراب عندهم أكثر بشكل لأنه يعني طول الليل وقصر النهار وعدم يعني وجود الضوء بشكل قوي فلذلك ممارسة الأشياء هذه مددا إذا قام هذا الشخص بكل هذه المحاولات ووجد إنه في صعوبة ربما يحتاج في بعض الأحيان إلى الأدوية وإلى زيارة مختص شكرا جزيلا لك الأخصائي النفسي والاجتماعي مشعال حارثي